يترى للمشاهد أن تصعيداً يلوح في الأفق بين أمريكا وإيران عقب نحو شهر من مهاجمة الميليشيات الإيرانية لمنشآت تضم جنوداً أمريكيين بواسطة الطائرات بدون طيار شمال شرق سوريا وعقب يومين من احتجاز إيران سفينة نفطية في خليج عمان أثناء نقلها النفطة من الكويت إلى واشنطن صحيفة وولستريت جورنال الأمريكية قالت إن الجيش الأمريكي وضع قنابل خارقة للتحصينات ضمن ذخيرة طائرة هجومية كان أرسلها مؤخراً إلى الشرق الأوسط بعد تحديثها في رسالة قالت الصحيفة إنها موجهة لردع ميليشيات إيران في العراق وسوريا تقرير الصحيفة قال إن الهدف من نقل سرب الطائرات إلى الشرق الأوسط تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في ظل المخاوف المتزيدة إذا أهجمت إيران وحلفائها عقب إعلان الجيش الأمريكي عن وصول غواصة محملة بالصواريخ الموجهة في الشهر الماضي إلى الشرق الأوسط كاستعراضاً للقوة كل ما سبق لا يتعدى سوى مرور العلاقة الإيرانية الأمريكية ببعض الخلافات ما جعل الدولتين تتبادلان الرسائل بحسب محللين أمريكيين أكدوا أن إيران لطالما ساعدت واشنطن في عدة ملفات داخل سوريا والعراق وخصوصاً في عهد أوباما إضافة لانصياعها لحدود الاتفاق النووي هي علاقة المصالح المشتركة في المنطقة التي أطلقت فيها إيران أذرعها وميليشياتها على مرأة واشنطن وقرب الحدود الإسرائيلية وإن كانت إسرائيل تستهدف بعض الأهداف في سوريا بين الفينة والأخرى وهنا يؤكد محللون أنها بهدف إرزام طهران بالخطوط المرسومة والمتفق عليها ليس إلا ولعل زيارة وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبدالهيان قبل يومين للحدود اللبنانية وزرعه أشجار الزيتون التي ترمز إلى السلام على مقربة من الكيان الإسرائيلي عبارة عن إعلان إيراني بالالتزام الكامل بكافة الخطوط